موسيقى أهلا بكم إلى الظاهرة من الميادين وتتابعون في أبرز عنوينها موسيقى في رد عنيف على تصريحاته الخارجية العراقية تقول أن كلام الجبير لا قيمة له والحشد الشعبي فخر للعراقيين مصادر للميادين تؤكد أن لقاء الوزان غدا بشان السوريا لن يحمل أي تغيير في سياستي واشنطن وموسكو الجيش السوري تقدم في غوطة دمشق ويسيطر على الديرخبيا وبوتين يوقع اتفاقية لنشر قوات روسية في سوريا تل أبيب تعلق تعاونها مع اليونسكو وبعد قرار المنظمة بشأن القدس المحتلة والمسجد الأقصى موسيقى وتتابعون في النشرة أيضا متحف للأثريات والأحجار الكريمة في أربيل يجذب إليه السياحة من العراق وخارجه موسيقى أهلا بكم في رد عنيف على تصريحات وزير الخارجية السعودية عدل جبير قالت الخارجية العراقية اليوم أن مثل هذه التصريحات تسقط الأقنعة لتعري المزيد من وجوه الأحقاد العصبية والنعارات الطائفية الخارجية العراقية أضافت أن تصريحات الجبير لا قيمة لها والحشد الشعبي فخر للعراقيين ويساهم في انتصارات العراق على عصابات داعش ومن يقف خلفها الخارجية العراقية قالت لا يهمنا عويل المتباكين على داعش كلما ضيقت القوات العراقية الخناقة عليه مشيرة إلى أن هذه العصابات أتية من وراء الحدود ومدعومة بالمال وثقافة التطرف من دول باتت معلومة للجميع وكان جبير قد حذر في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي في ختام اجتماع دول مجلس تعاون الخليجي في الرياض حذر من استخدام ما وصفها بماليشيات الحشد الشعبي في معركة تحرير الموصل المرتقبة ومن الأفضل على العراق أن تركز وتستخدم جيشها الوطني وتستخدم أبناء المناطق وتستخدم عناصر ليس محسوبة على إيران ومعروفة بالطائفية المتشددة إذا أرادت أن تواجه إرهاب داعش الحشد الشعبي العراقي رد على تحذيرات تركيا والسعودية حول مشاركته في معركة الموصل الناطق الأمني باسم الحشد الشعبي يوسف الكلابي وفي حديث للميدين أكد أن الرد سيكون في الميدان ليعلن أيضا أن نحو 20 ألفا من أبناء الموصل منضوون في الحشد الشعبي أبناء الحشد الشعبي الذي يمثل كل العراق وليس من طائفة وحدة هو عراقي مئة بالمئة هو يمتلك ميزانية من الحكومة العراقية حصريا هذه الاتهامات هذه الكذب كذب كذب حتى يصدقها الناس التي تستخدمها السياسة السعودية والتركية ضد الحشد الشعبي لأنه مشروع وطني حقيقي لا ينتمي إلا للعراق ولذلك حقيقة يؤسفنا هذه التصريحات ونحن لا نرد عليها وإنما هناك من يرد عليها ولكن نحن كحشد سنرد عليها إن شاء الله في الميدان خصوصا إذا علمنا وعلمت سيدة الكريمة أن 20 ألف من أبناء الموصل هم من أبناء الحشد الشعبي يعني 20 ألف من أبناء مدينة الموصل متطوعون ضمن قوات الحشد الشعبي رئيس التحالف الوطني سيد عمار الحكيم وصف اجتماع المسؤولين الخليجيين مع الأتراك لمناقشة أوضاع العراق في غياب أي ممثل عن الحكومة العراقية بالمعيب داعيا هذه الدول إلى الكف عن اختبار صبر العراقيين الحكيم أكد أن العراقيين ملتزمون حدودهم وعلى الآخر أن يلتزم حدوده الممثلة بحدود بلده في إشارة إلى الرئيس التركي كما شدد على رفض العراق لغة الاستعلاء والفوقية مطالبا تلك الأطراف بالتخلي عن سياسة الفرض على العراق إلى ذلك وفي زيارة مفاجأة لمحافظة كاركوك شمالية العراق تفقد اليوم رئيس الحكومة العراقية حيدا العبادي القطاعات العسكرية في كاركوك وعقد اجتماعا مع القيادات أو في القيادات الأمنية والعسكرية هناك العبادي أكد وحده وحدة مكونات الشعب العراقي مشددا على تحرير الحويجة والرياض والرشاد قريبا من سيطرة داعش كما أبدأ استغرابه من ارتفاع الأصوات التي تحاول عرقلة تحرير باقي المدن العراقية مجددا تأكيده أن المقاتلين العراقيين وحدهم من يقاتلون ويحررون الأراضي والوقوف على آخر التطورات معنا من العاصمة العراقية مراسل ميدين عبدالله بدران أهلا بك عبدالله يبدو بأن هناك تسارع في وطيرة ردود الأفعال الرسمية على تصريحات وزير الخارجي سعدي عادل الجبير في اجتماعهم مع رئيس الوزراء أو مع وزير الخارجي التركي ضعنا في صورة أجواء لدود الأفعال هذه وماذا نفهم من زيارة حيدر العبادي إلى كاركوك بالإضافة إلى بيان الخارجية العراقية عبدالله نعم وفا بالنسبة لموقف الخارجية العراقية اليوم كان قد سبقه تعليق من وزير الخارجي إبراهيم الجعفري في لندن حول مشاركة الحجد الشعبي وأنه مؤسسة يتبع الدولة العراقية وأنه هناك جوا عاما سلبيا يراد منه الإساءة للحجد وعرقلة التقدم نحو الموصل وتحريرها وكذلك طبعا الموقف الذي أعلنه وزير الخارجي إبراهيم الجعفري سبقه بلقاء بالناطق باسم قوات الحجد الشعبي النائب أحمد الأسدي ومؤتمر كان قد عقده الحجد الشعبي في سويسرا لتوضيح مهام الحجد وكذلك فتح المجال أمام وسائل الإعلام العالمية والدولية للمشاركة والتغطية الميدانية في كل الجبهات التي يشارك فيها الحجد الشعبي كبادرة من هذه المؤسسة التي تتبع رئاسة الوزراء العراقية لأن تترك الفضاء شفافا ومفتوحا أمام وسائل الإعلام الغربية وما يساق من جو سلبي بالضد من المهام التي تناط بالحجد والتي يؤديها موقف الخارجية العراقية اليوم جاء بعد تصريحات وزير الخارجي عادل الجبير القرار السياسي في بغداد يجد أن ساعة الصفر اقتربت الكل على علم بذلك خلال التوقيتات الدقيقة لانطلاق عمليات تحرير الموصل خصوصا وأنه لم يعد خافيا وصول القطاعات العسكرية من جهاز مكافحة الإرهاب والرد السريع والجيش العراقي وقوات النخبة ومغاوير القوات الخاصة وكذلك طلاع القوات الأمنية العراقية من الشرطة الاتحادية في شمال الموصل إلى محاور العمليات في جنوب نينوى لم يعد ذلك خافيا وكل يدرك أن رئيس الوزراء العراقي أعلن أن العام 2016 على الأقل فأن العاصمة التي أعلنها داعش لخلافته ستكون محررة على يد العراقيين وبالتالي تجد بغداد والقرار السياسي في بغداد وحتى داخل التحالف الوطني الحاكم أن جوا يراد منه إثارة الوضع بالضد من عمليات التحرير وأرباك عمليات التحرير وأرباك الوضع الميداني للقوات الأمنية العراقية وبالتالي هناك رؤية حتى لدى صناع القرار في بغداد من أن تناغما سبق تعليق وزير الخارجية السعودي بالحديث التركي والتخوف التركي والإصرار التركي على الدخول في عمليات تحرير الموصل لذلك كان الرد قاسيا من الخارجية العراقية بعدما حاولت عبر عدة خطابات دبلوماسية منها استدعاء السفير السعودي وتسليم مذكرات احتجاج وإيصار رسالة الخارجية السعودية بضرورة استبداله وما إلى ذلك وصلت الأمر لمرحلة ربما مع اقتراب ساعة الصفر لعمليات تحرير الموصل والتصعيد السعودي تجاه هذه العمليات وجدت الخارجية العراقية أن الأمر تعدى التدخل بالشؤون العراقية وإثارة الوضع خصوصا لدى أهالي مدينة الموصل الذين تؤكد المعلومات أن مليون مدني داخل المدينة لا يزالون يرزحون تحت احتلال داعش وبالتالي كل ذلك طبعا لا يساعد ولا يؤدي دورا مساندا للقوات الأمن العراقية في عملية وطنية خصوصا وفاء وأن هناك توافقا وتقاطعا بالمواقف ما بين الأطراف العراقية بعد التعليق التركي من كل الأفريقاء برغم الخلافات السياسية برغم الاختلاف في وجهات النظر وبرغم حتى تحديد المشاركين في عمليات تحرير الموصل لكن كان هناك شبه اتحاد ما بين مختلف الأفريقاء والفاعلين سواء في البرلمان العراقي أو في الحكومة العراقية وفعاليات سياسية تجاه رفض التدخل التركي كل الشكر لك عبدالله بدران مراسل مدين كنت معنا من بغداد قتل عشرات الأطفال أثناء محاولتهم الهربة من منطقة الحويجة شمالية العراق الخاضعة لسيطرة داعش بحسب منظمة سيف ذا تشولدرن المنظمة ومقرها بريطانيا أكدت أن عشرات الأطفال توفوا في مناطق وعيرة بسبب العطش وأضافة أن أسرة من خمسة أفراد فقدت طفلين بسبب المتفجرات ولم تتمكن من نقل جثتهم خوفا من وجود ألغام أخرى في المنطقة التي قضي فيها أكد وزير الخارجية روسي سرغيل أفروف أن موسكو لا تنوي طرح مبادرات جديدة في لوزان تخص التسوية السورية لافتان لأنه لا توجد لدى روسيا توقعات خاصة فيما يخص اللقاء بشأن سوريا لافروف شدد على أن شروط استئناف الهدنة في سوريا تتمثل بتنفيذ قرارات مجلس الأمن مشيران إلى أن خطوات الشركاء في الغرب ليست واضحة إلى ذلك علم مراسل الميادين في جينيف أن لقاء لوزان بشأن سوريا المقررة غدا جاء بمبادرة من واشنطن بهدف توضيح الصورة العامة للسياسة الأمريكية في المرحلة المقبلة أوساط دبلوماسية كشفت أن الاجتماعات ستكون ثنائية بين الوزير جون كيري ونظره من أحدى الدول الثلاثة السعودية وتركيا وقطر يتم في ختامها عقد لقاء جماعي مع الوزير سيرجي لافروف الأوساط أشارت إلى أن الموقف الأمريكي الذي سيبلغ المدعوون به أن السياسة الخارجية هي في مرحلة تقطيع الوقت ولن تتغير عما كانت عليه خلال المرحلة الماضية وأبلغت هذه الأوساط الميادين أن لافروف سيحافظه على الموقف الروسي حول ضرورة فصل المجموعات المسلحة المعتدلة عن جبهة النصرة قبل الحديث عن وقف لإطلاق النار ولمزيد من التفاصيل معنا من جنيب مرسل الميادين موسى عاصي أهلا بك موسى بحسب هذه المعلومات التي ذكرناها قبل قليل من مطلوب أمريكيا من الدول الحليفة وماذا عن خلفية عدم مشاركة إيران الحضور في لوزان نعم المطلوب من الدول الحليفة الثلاث التركي القطري السعودي هو تعاطي مع الوقائع التي تشير إلى أن السياسة الأمريكية خلال فترة المقبلة السياسة الخارجية ستكون في غيبوبة أو على الأقل أن تكون لن يكون بمقدورها اتحاد قرارات كبرى كالتي جرى الحديث عنها خلال الأيام الماضية أي من خلال التدخل العسكري الأمريكي لمباشر في سوريا السياسة الخارجية الأمريكية تجاه سوريا ستبقى على ما كانت عليه خلال صيلة الفترة الماضية بالمقابل ميدانيا المسائل تشير بعكس التطلعات تطلعات أسلاث التركي القطري السعودي أي أن هناك إصرار من قبل الجانب الروسي على مواصلة المعركة في حال لم يجري فصل نهائي بين المجموعات المسلحة التي تعتبرها واشنطن وثللة وجبهة النصرة من أجهات الثانية التطورات الميدانية الأخيرة أيضا تشير إلى أن المسائل تذهب بشكل أسوأ بالنسبة لهذه القوة إذن على هذه القوة التعاطي مع هذه الوقائع والخطوة الأولى باتجاه التعاطي والتفاعل مع الوقائع هي أن يكون هناك موقف إيجابي من قبل هذه الدول بالنسبة للمبادرة تحديدا التي طرحها سفن المسطورة مؤخرا عبر إخراج مجموعة من مقاتل جبهة النصرة من شرب حالب طبعا هذه المبادرة لن تحرج الحلفاء أمريكا ولن تحرج الولايات المتحدة الأمريكية على أساس أنها لا تشمل كل عناصر جبهة النصرة موجودين داخل حالب ولا تشمل المجموعات المسلحة الأخرى فقط 900 مسلح وهذا عدد قليل مقارنة مع الموجودين في داخل حالب الشرقية بالنسبة لموسكو موسكو رحبت أيضا بهذه المبادرة ولكن بحسب معلوماتنا قبل أيام قليلة طلب الجانب الروسي من الأمم المتحدة أن يسلمه لائحة بأسماء المجموعات أو الأسماء العناصر التي ستخرج من حالب الشرقية من أجل التنصيق بين الجانب الروسي وجانب السوري حول هذه الأسماء خوفا من أن تكون هذه اللائحة تشمل فقط مسلحين أو خبراء دوليين أتوا لمساعدة هؤلاء داخل حالب الشرقية بالنسبة للموقف الإيراني بحسب معلوماتنا الموقف الإيراني يرى بأن المشاركة في هذا اللقاء غير مجدية حاليا بالنسبة للحل السياسي على أساس أن ما تريد وسط إبلاغه للدول الحليفة لا يشمل أو لا ينسحب على الموقع الإيراني والموقف الإيراني من الأسماء السورية على الولايات المتحدة أن تبلغ ما تريده إلى حلفائها والأهم من كل ذلك أن إيران تجد بمشاركة الجانب الروسي في أي لقاءات على المستوى الدولي وتحديدا مع الجانب الأمريكي كافية بالنسبة لها اللقاءات التي حصلت مؤخرا في جينيف بين الوزيرين جون كيري وسيرجي لابروف كانت إيران راضية عن الموقف الروسي على مستوى هذه اللقاءات وهذا الموقف ينسحب أيضا على لقاء اللوزان غدا كل شك لك موسى عاصم ورأس الميدين كنت معنا من جنب ميدانيا في سوريا حرر الجيش السوري بلدة ديرخبيا في غوطة دمشق الغربية وقال مصدر ميداني أن وحدات الجيش خاضت معارك عنيفة مع مسلح جبهة النصرة الذين قتل منهم عدد كبير فيما فر الباقون المصدر أوضح أن الاشتباكات مستمرة في محيط البلدة باتجاه مزارع بلدة خان الشيح وسط قصف مدفعي وصاروخي كثيف وفي ريف حلب الشمالي قتل 25 شخصا معظمهم من مسلح الجبهة الشامية وحركة نور الدين الزنكي بينهم قياديون بتفجير سيارة مفخخة عند حاجز لهم في المنطقة الواقعة بين قرية سجو وأعزاز وفق ما أفاد مراسل الميدين تنظيم داعش أعلن مسؤوليته عن التفجير فيما تحدثت مصادر من داخل أعزاز أن رتلا مسلحا تابعا لحركة نور الدين الزنكي اتجه إلى أعزاز لمحاربة جماعة أبو محمد العزيزي المدعومة أمريكيا هذا ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتفاقية لنشر مجموعة القوات الجوية الروسية في سوريا وفق ما أعلن لكرملين وكان مجلس الشيوخ الروسي قد صادق قبل يومين على الاتفاقية الموقعة بين موسكو ودمشق حول نشر مجموعة من القوات الجوية الفضائية الروسية على أراضي سوريا إلى أجل غير مسمى في المقابل توقع مسؤولون أمريكيون أن يجتمع الرئيس باراك أوباما اليوم مع كبار مستشاريه للسياسة الخارجية لبحث توجيه ضربات وخيارات أخرى في سوريا ونقلت رويترز عن مسؤول أمريكي رفض الكشف عن اسمه أن بعض الخيارات تشمل شن ضربات جوية على قواعد عسكرية لكنه أشار إلى حرص أوباما على تجنب المواجهة مع روسيا واستبعد إصدار الرئيس الأمريكي أمرا بضربات جوية الاجتماع يبحث كذلك خيار السماح لحلفاء واشنطن بتزويد معارضين بمزيد من الأسلحة المتطورة من دون أن تشمل صواريخ مضادة للطائرات نقلت وكالة نوفست الروسية أن الأجهزة الخاصة الأمريكية والسعودية تفقت على السماح لمسلحي داعش بالخروج من الموصل قبل اقتحامها هذه التسريبات سبقتها خطوات ميدانية عديدة قام بها الأمريكيون في سوريا للتحضير لمعركة الموصل ديما نصف التفاصيل عامان وخمسة أشهر على هذه اللقطة التاريخية لأبي عمر الشيشاني في عملية كسر الحدود السورية العراقية لا الشيشاني ولا أبو محمد العدناني الذي يقف بجانبه الرجل الثاني لداعش ستقيد لهما العودة من العراق هذه المرة بمثل الغنائم التي عادا بها من معركة الموصل إلى سوريا قائد داعش اللذان افتتحا الهجمات الأولى في رمال السواتر الترابية لحدود سايكس بيكو لم يبق منهما سوى هذه اللقطة بعد مقتلهما في الصيف أما الثغرة في الساتر الترابي فلا تزال مفتوحة لكن للعودة والانسحاب من الموصل إلى سوريا فقط خمسة عشر ألف غارة شنها التحالف الأمريكي على داعش أقل من ثلثها في سوريا وحدها داعش السوري لم يتلقى ضربات كثيرة في الأشهر الأخيرة المؤشرات والتصريبات كلها تذهب باتجاه الإبقاء على حجد للتنظيم الإرهابي في سوريا يؤمن له ممر انسحاب من العراق نحو دير الزور والرقة بشكل خاص الأمريكيون ذهبوا إلى حد تقديم العون لداعش والتغطيات الجوية كي يتوسع في دير الزور والغارة على مواقع الجيش السوري في الثردة أخيرا لم تكن تستهدف خرق اتفاق الهدن مع الروس بقدر ما استهدفت فتح أبواب المدينة المحاصرة لمجموعات داعش التي تحركت بالتوازي مع الغارات نحو مواقع الجيش الجسور التي قصفت على الفرات لم تكن مؤشرا أيضا على خطة أمريكية واسعة لضرب داعش في سوريا غارات التحالف على جسور السياسية والميادين والعشارة استهدفت تجميد قوات داعش في سوريا ومنعها من إمداد مسلحي البغدادي بالمدرعات والأرتال التي غنمها من الموصل قبل عامين ولا تزال استراتيجية الأمريكية هي هزيمة داعش في العراق واحتواءه في سوريا وخاصة في دير الزور والرقة للإبقاء على جبهة استنزاف مفتوحة ضد الجيش السوري والروس في سوريا وإذا ما هزمت النصر في حلب فلن يكون للأمريكيين مصلحة أكثر من احتواء داعش لمواصلة ما عجزت عنه النصر في خدمة هذه الاستراتيجية ديماناصيف ديماشق الميادين أعلنت تل أبيب تعليق أي تعاون مع اليونسكو بعدما اعتمدت المنظمة قرارا ينفي وجود أي صلة تاريخية لليهود بمدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك رئيس الحكومة الإسرائيلية انتقد القرار ووصفه بالضال قرار اليونسكو الذي رحبت به الحكومة الفلسطينية كانت 24 دولة في المنظمة قد أيدته بينما صوتت ضده 6 دول بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وامتنعت 26 دولة عن التصويت بالقوة فرضت إسرائيل سلطتها على المقدسات الفلسطينية بالغصب حرمت أهل الأرض من حقوقهم وبالكذب حاولت تزوير التاريخ لكن أصحاب الحق لم يقبلوا التنازل وبجهود ديبلوماسية متتالية يحقق الفلسطينيون مرة أخرى انتصارا على الساحة الدولية المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو تبنى قرارا ينفي أي علاقة أو رابط تاريخي أو ديني أو ثقافي لليهودية بالقدس المحتلة بدعم 24 دولة ومعارضة 6 دول وامتناع 26 دولة عن التصويت وتغيب ممثلي دولتين القرار يؤكد بطلان جميع الإجراءات الإسرائيلية التي غيرت الوضع القائم بعد الخامس من حزيران يونيو عام 67 ويؤكد أيضا أن المسجد الأقصى موقع إسلامي مقدس مخصص للعبادة للمسلمين وأن باب الرحمة وطريق باب المغاربة والحائط الغربية للمسجد الأقصى وساحة البراق جميعها أجزاء لا تتجزأ من المسجد الأقصى كل هذه المواقع ذكرت في القرار بأسمائها العربية الإسلامية لا بالأسماء التي تطلقها عليها إسرائيل هو أمر آخر أشعل الغضب الإسرائيلية إلى جانب القرار بحد ذاته بشدة دان رئيس الوزراء الإسرائيلي القرار بن يمين نتنياهو قال إن اليونيسكو اتخذت قرارا غريبا وسخيفا يفقدها شرعيتها القليلة التي كانت باقية لها على حد تعبيره أما رئيس الكنيسة يولي أدلشتاين فعقب بالقول إن الأمم المتحدة ليس لها علاقة بالتاريخ والواقع لتذهب الخارجية الإسرائيلية إلى حد طرح احتمال اتخاذ خطوات لمنع وصول بعثات من اليونيسكو إلى أماكن تراثية في فلسطين وفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية لكن هذه التصريحات الإسرائيلية كلها لم تستطع التشويش على فرحة الفلسطينيين بنصر جديد يسجل لهم دوليا المسجد الأقصى في خطر داهم أكثر من أي وقت مضى الانتهاكات الإسرائيلية لا تتوقف وعمليات الاقتحام والتهويد تتصاعد وتيرتها فيما ينشغل العالم العربي والإسلامي بالحروب والأزمات تقرير زهر أديراني معركة وجود يخوضها المسجد الأقصى لا يكاد يمر شهر من دون أن تشهد ساحاته أكثر من محاولة انتهاك واقتحام إسرائيلية وفي المرصاد دائما يقف الفلسطينيون مدافعين عنه فيسقط منهم العشرات بين شهيد وجريح عمليات تهويد الأقصى وما حوله لم تتوقف منذ احتلال القدس عام سبعة وستين شبكة ضخمة من الأنفاق تطوقه من الأسفل وتهدد أساساته بالانهيار خلال السنوات الأخيرة نفذت القوات الإسرائيلية حملة واسعة من الحفريات بلغ عددها نحو ستين حفرية تتركز حاليا أسفل باب السلسلة وباب المطهر وطريق باب المغاربة وقد وصل الحفر إلى عمق خمسة أمتار أسفل أساسات المسجد فيما بلغ طول الأنفاق ثلاثة آلاف متر المخطط لا يقف عند هذا الحد تدعم الحكومة الإسرائيلية عشرات الحفلات التي يقيمها المستوطنون والجماعة اليهودية في باحات الأقصى وتعمل على تأمين جولات المستوطنين داخله كما يقوم الإسرائيليون المتخصصون في الآثار بتزييف التاريخ والحقائق ونقش كتابات عبرية على جدران القدس القديمة والأماكن الإسلامية الأثرية لا تهدأ الجرفات الإسرائيلية السعية إلى تهويد أساسات المسجد الأقصى ولا يسلموا من جرائم التهويد المقدسيون الذين يواجهون كل يوم انذارات بهدم منازلهم كل ذلك يحدث والمجتمع الدولي غارق في صمته أما العرب والمسلمون فلا يحركون ساكنا دفاعا عن المقدسات والتاريخ بعد الحديث المتكرر في إسرائيل عن علاقات تعاون سرية تربط بين إسرائيل والسعودية تكثر الدعوات إلى إخراج هذه العلاقات من السر إلى العلن وتفعيلها وآخرها ما صدر عن شخصية سعودية وإسرائيلية لتعزيز التعاون وتوسيع أفقه تقرير من الإسماعيل كطرف جبل الجليد تتكشف المزيد من الإشارات حول العلاقات بين إسرائيل والسعودية علاقات كانت وثائق نشرتها ويكيليكس عام 2010 قد قدمت شهادة مبكرة على وجودها سبحة اللقاءات السرية والعلنية التي جمعت مسؤولين إسرائيليين وسعوديين تطول وتطول وليس آخرها اللقاءات العلنية للجنرال السعودي المتقاعد أنور عشقي بالمدير العام لوزارة الخارجية السابق دوري جولد في إسرائيل وخارجها نائب وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي أيوب قراء قال إن إسرائيل منفتحة على علاقة مع دول الائتلاف السعودي وإنه تحدث في هذا الموضوع مع جهات سياسية من دول الخليج وكشف أن هذه الجهات تؤيد إسرائيل وتريد التقرب منها فهم بحسب قراء يتحدثون بلغة مغايرة لما اعتدنا عليها فلا أمر أكثر أهمية من السير مع الائتلاف السعودي الذي ينظر النظرة نفسها للخطر القادم من إيران والكلام لقراء الدعوات إلى التقارب وتعزيز العلاقات بين إسرائيل والسعودية وتحسين أفاقها لم تقتصر على الجانب الإسرائيلي فقط بل امتدت لتشمل الجانب السعودي أيضا رئيس اللوب السعودي في الولايات المتحدة الأمريكية سلمان الأنصاري دعا إلى تحالف تعاوني بين الرياض وتل أبيب بالاستناد إلى مصالح إقليمية واقتصادية مشتركة الأنصار الذي أشار إلى وجود فرصة تاريخية لعصر جديد من السلام والازدهار تحدث عن مخاوف أمنية مشتركة للسعودية وإسرائيل محورها إيران بدورها صحيفة الجيريزا لينبوست قالت إنه لم يعد سرا أنه مع صعود النفوذ الإيراني في المنطقة بدأت إسرائيل والمملكة العربية السعودية بالتنسيق في قدايا استراتيجية وأشارت إلى بعد آخر أكثر حداثة كمؤشر على أن العلاقات بين إسرائيل والسعودية لم تعد متوترة كما كانت الحال في الماضي وهو رغبة الحكومة السعودية في السماح للسعوديين بالدخول إلى موقع الصحيفة على الإنترنت وبحسب الجيريزا لينبوست فإن السعودية وبعض الدول الأخرى التي ترى في إيران عدوا لم تعد تجادل بأن إسرائيل هي مصدر التوتر والاضطراب في المنطقة رؤية تطرح بحسب مراقبين تساؤلات جدية عن تغيير بوصلة الصراع لتتحول إسرائيل من كونها العدو الأساسية للعرب إلى الحليف الجديد لهم والوقوف عند قرار اليونيسكو بنفي وجود أي صلة تاريخية لليهود بمدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك معنا من القدس المحتلة مدير دائرة الخرائط ونظم المعلومات في جمعية الدراسات العربية الدكتور خليل التفكجي أهلا بك دكتور خليل كيف تنظرون؟ أهلا بك إلى قرار اليونيسكو بعدم وجود أي صلة لليهود بمسجد الأقصى وبمدينة القدس المحتلة هو ليس القرار جاء بالجديد ولأنه في عام 1929 عندما كانت تشكلت لجنة شو في تلك الفترة كانت قالت بأن هذا الحائط البراخ هو وقف إسلامي لكن ما جاء فيه اليوم هو تأكيد لأحداث سابقة بمعنى أن الجانب الفلسطيني والأردني بالإضافة إلى قطر قاموا بتقديم هذا الموشوع بمعنى أن 144 دون من هي أملاك وقفية إسلامية ليس لعلاقة لليهود فيها لأن الصراع الذي يجري الآن في داخل ميت القدس تحاول الجانب إسرائيل تحويل هذا الصراع من صراع قومي إلى صراع ديني باعتبار أن مكان قبة الصفرة هو الهيكل وبالتالي الجانب الإسرائيلي منذ الفترات الطويلة يحاول أن يهود هذه الأماكن بطرق مختلفة للوصول لأهداف الاستراتيجية بمعنى التقسيم المكاني والزماني نحن الآن ننظر إلى هذا الموضوع هو موضوع جيد جدا إذا تم استمراره في هذا الموضوع بمعنى استمرار والتأكيد على هذا الحدث وليس السكوت عليه طيب دكتور خليل ما المطلوب خصوصا في ظل استمرار عملية تهويد القدس بشكل منظم من قبل إسرائيل المطلوب الشيء الكثير القدسية ليست فقط لقرار يونيسكو بل الاستمرار في هذا الموضوع في القضايا السياسية بمعنى أن لا نسكت اليوم بمعنى أن الجانب الإسرائيلي لن يسكت بل يصيقون بعملية ضغوطات مستقبلية بالاتجاه وقف هذا القرار وتغييره كما حدث في عام 1974 عندما كانت الصهيونية حركة غير قومية وتم فيما بعد تحويلها أو في قرار آخر قضية الجدار وقضية جولدستون طيب دكتور خليل هل المطلوب هو خطوات وجهد أكبر من قبل الفلسطينيين أم هناك ما هو مطلوب من العالم العربي والإسلامي وإن كان هذا العالم العربي والإسلامي يمر بأزمات وحروب مختلفة كما نتابع ونشاهد الآن ونشهد طبعا القضية قضية حساسة جدا الآن القضية أنها هي بيد الأردن الآن باعتبار أن حسب القيادة العرباء أن الأردن هي مسؤولة عن الحرم وهي مسؤولة من ناحية الأوقاف الإسلامية وبالتالي الضغوطات سنلن تكون على الفلسطيني مقدار ما هي الضغوطات للجانب الأردني وبالتالي نحن الآن نقول أن استمرار هذا الوضع وأيضا تأكيده في قرارات جديدة هي الوصول لأهداف استراتيجية بمعنى أن التقسيم المكاني والزماني القضاء عليه بشكل مبرم أشكرك كل شكر دكتور خليل التفكجي وأنت مدير دائرة الخرائط ونظم المعلومات في جمعية الدراسات العربية كنت معنا من القدس المحتلة النشرة مستمرة وتتابعونا فيها بعد الفاصل بكين تحذروا من وصفتها بالقوى المعادية من محاولة تقويض إصلاح الجيش أهلا بكم الجديد لظاهرة من الميادين أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية مارك تونر أن بلاده لا تزال في سياق مراجعة داخلية لسياسة الأمريكية الخاصة بدعم السعودية وتسليحها وأضف تونر أن واشنطن لا تزال تتطلع إلى قيم السعودية بتحقيق شامل حول قصف قاعة العزاء في اليمن في أسرع وقت ممكن البيت الأبيض أعلن أن استهداف مواقع الرادار في اليمن لم يكن تصعيدا للدور العسكري الأمريكي وأنما جاء دفاعا عن النفس وقال المتحدث باسم البيت الأبيض إيريك شولتس أن الضربات تمت الموافقة عليها من قبل الرئيس باراك أوباما وأن الهدف منها هو ردع الهجمات المستقبلية ستشهد عشرات المدنيين بسلسلة غارات للتحالف السعودي استهدفت منازل في مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران بالتزامن مع اشتداد المواجهات بين قوات الرئيس هادي المسنودة بالتحالف السعودي من جهة وقوات الجيش واللجان الشعبية من جهة ثانية في الجوف وتعز ومأرب هو مشهد من عشرات المشاهد التي بات يوزعها الإعلام الحربي في الجيش اليمني واللجان الشعبية يوميا ويقول إنها عمليات ضد الجيش السعودي يسقط خلالها عشرات الجنود السعوديين بين قتل وجرح تتكتم عنهم السلطات السعودية باتت الكاميرا لازمة لكل العمليات العسكرية للجيش واللجان في هجماته داخل الأراضي اليمنية وضد المواقع السعودية خلف الحدود في معركة باتت الصورة فيها أصدق إنباء من تصريحات المتحدثين العسكريين تقول قوات الرئيس اليمني عبدرب منصور هادي إنها تتقدم في الجوف فيرد الجيش اليمني بنفي ذلك ويبث مشاهد لقواته وقوات اللجان الشعبية وهي تتقدم في مديرية المتونة برغم الغطاء الجوي المكثف لطائرات التحالف السعودي لا بل توثق لحظة ضرب دبابة في منطقة صبرين التي استعادت السيطرة عليها أما خلف الحدود فقد أعلن الجيش اليمني أنه دمر آليات سعودية في موقع الفريض العسكري بجيزان السعودية كما استهدف بالصواريخ مجمع قيادة علب العسكري في نجران أما العاصمة اليمنية صنعاء التي ما زالت بعيدة عن ساحات المعركة فلم يجد التحالف السعودي إلا تنفيذ سلسلة غارات قالت إنها استهدفت مخزنا للأسلحة في جبل نقم فيما لم يتغير المشهد الميداني في محافظة تعز واقتصر على المواجهات في مناطق الزنوج وعصيفرة وكلابة وشارع الأربعين شمالية المحافظة الأمر عينه في مأرب حيث شهدت قصفا متبادلا بين الطرفين من دون تغيير في الوقائع الميدانية حذر الجيش الصيني من من وصفها بالقوى المعادية من السعي لنشر شائعات بشأن الإصلاحات التي تجريها بكين لقواتها المسلحة يتي ذلك في أعقاب إعلان الرئيس الصيني شهر الماضي خفض أعداد القوات المسلحة بنحو 13% تقرير ولا بحسون بكل قوة وعلى الساحة العسكرية للعالم تفرض الصين نفسها الاستعراض العسكري الأخير والقرار الذي تلاه بتسريح هو الأكبر في العالم بتعداد 300 ألف جندي أي ما يعادل 13% أثار في الأثان طبيعة القوة العسكرية للبلاد ثالث أقوى جيوش العالم بعد كل من الولايات المتحدة وروسيا ينشط فيه مليون جندي إضافة إلى مليونين آخرين للإحتياط بين مليار و356 مليون نسمة قرار رئيس الصيني تشي جيبينغ بخفض القوة العسكرية كما أعلن سابقا لا يزعزع مرتبة الجيش الصيني من حيث إجمالي عدد الجنود هذه القوة البشرية وزتها قوة تكنولوجية من نوع آخر تقارير وزارة دفاع الأمريكية أشارت إلى أن الصين تقوم بتطوير أسلحة الطاقة الحركية وأشعة الليزر العالية الطاقة وهي تعتمد في تحديث أسلحتها على مبيعات التكنولوجيا المتقدمة من حلفاء الولايات المتحدة هذه التكنولوجيا تشمل تصميمات المروحيات العسكرية والمروحيات والغواصات التكنولوجيا المتطورة هذه دفعت الصين إلى تخطي كل من ألمانيا وفرنسا لتصبح ثلث أكبر دول العالم في تصدير الأسلحة لكن أعلن الصين قرارها لم يكن عبثيا فهو يأتي كما يقول خبراء عسكريون صينيون ضمن أصلحات أوسعة لتحديث الجيش وتركيز على الأسلحة عالية التقنية قطائرات الشبح والصواريخ المضادة للأقمار الصناعية عوائل المفقودين في سفن الهجرة غير الشرعية في غزة تعيش حياة صعبة روايات متضاربة حول مصيرهم ومطالبات بتحركات رسمية لإنهاء القضية تقرير أحمد غانم داخل غرفة ابنها الغائب منذ عامين تمضي لحظات الشوق والحنين تشم رائحته في ملابسه علها تبرد لهي بقلبها أم محمد تجهل مصير ابنها وزوجته وابنته الذين حملتهم قوارب الهجرة في مصر لكن إلى مكان مجهول منذ أيلول سبتمبر عام 2014 والعائلة تعيش بنار الحيرة والقلق يحظوها الأمل بأن يكونوا على قيد الحياة الواحد ذا لو خاب عنك يوم مش سنتين تشتاقله كيف اللي سنتين مشتش ولا بدر عنه طيب ولا ميت وأنا نستطمنا الأخوية أنا ساكنها لوحدي ما عندي أحد ما أحد بيجي بيتي ولا أحد بيطل علي ولا شيء الله يسأل عليه كان يجيني يسأل عني هو ومرته كانوا إلي أهلي كلهم الآن أنا ما إلي ولا أحد محمد ليس الوحيد فحسب مؤسسات حقوقية تفيد بأن ما يزيد على 420 مهاجرا من غزة لا يزالون في عداد المفقودين روايات مختلفة حول مصيرهم بعضها يؤكد وفاة معظمهم على مقربة من الشواطئ الإيطالية وفقا لصور الأقمار الصناعية رواية تنفيها عوائل المفقودين لعدم العثور على الجثث تسريبات أخرى وفق شهود ثقات بحسب توصيف الأهالي تؤكد أن عددا من أبنائهم شهدوا داخل السجون المصرية تضارب في المعلومات يتطلب ضرورة تفعيل القضية للكشف عن مصير المفقودين لم يجري تحقيق دولي لم يجري متابعة هذا الأمر كما ينبغي الأمر يتطلب تشكيل لجنة وطنية لمتابعة هذا الملف وإنهاءه على قاعدة إيصال وتقديم المعلومات لأسر الضحايا الدور الرسمي الفلسطيني بحسب عوائل المفقودين هو أقرب إلى التقاعس عن متابعة القضية يحاول هؤلاء إثارة ملفات أبنائهم من خلال اعتصامات ووقفات احتجاجية أسبوعية لمطالبة العالم بمعرفة مصير أبنائهم وإلى أن تثمر الجهود الرسمية والحقوقية في الكشف عن مصير مئات المفقودين يظل الأهم بحسب عوائلهم ملاحقة كل المتورطين في عمليات التهريب ومحاسبتهم بما يضمن عدم المتجرة بأرواح المزيد من الناس أحمد غنم غزة الميادين وفي أخبارنا أيضا الشخصية الكارتونية ونيتابو يبلغ أو تبلغ عامها التسعين الدب الأصفر الذي أطل على عالم الأطفال في عشرينيات القرن الماضي من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بات اليوم الأشهر والأقدم في العالم في ميلاده التسعين احتفل مؤلفه بإصدار كتاب جديد تحت عنوان أفضل دب في العالم كله يضم أربعة فصول يضفي ونيتابو بمغامراته نكهة خاصة على كل فصول السنة ولان إلى أخبار الاقتصاد مع زميلة فاطمة روماني تفضلي فاطمة شكرا لك وفا أهلا بكم أعلنت الرياض توقيعها اتفاقية لتأسيس صندوق سعودي يابني بقيمة 100 مليار دولار تحت اسم رؤية صوفت وذلك بالتعاون بين صوفت بنك اليابني والصندوق الاستثمارات السعودي ولي ولي العهد وزير الدفاع محمد بن سلمان حضر التوقيع وأوضح أن الصندوق يهدف إلى دعم رؤية 2030 لبناء اقتصاد سعودي متنوع معلنا أن نشاطه سيركز على استثمارات ذاتي عوائد مالية هامة على المدى البعيد تعاقدت سوريا على صفقة كبيرة لشراء القمح من روسيا لتعويض النقص في المحصول المحلي بفعل الحرب وصعوبة نقل المحصول بين المحافظات وتبلغ الكيمة المتعاقد عليها مليون طن المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب في سوريا التي أبرمت الصفقة مع الجانب الروسي سبقا اشترت ما يزيد على أربعمائة ألف طن من القمح المحلي هذا العام وتحتاج البلاد إلى مليون ونصف مليون طن سنويا لتلبية الاستهلاك المحلي في خضم الاستضامات السياسية التي تشهدها لندن بين البرلمان والحكومة والمحكمة العليا حول الانفصال عن بركسل قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد تسك أنه ما زال بإمكان بريطانيا التراجع عن الخروج من الاتحاد الأوروبي تسك أكد أن الاتحاد لن يقدم للندن أي شروط مخففة ولن يحميها من خروج صعب وضار وأستخرى رئيس المجلس الأوروبي من وعود في حملة الانفصال مفادها أن البريطانيين سيأخذون الكعكة وسيأكلونها مؤكدا أن بريطانيا لن تحتفظ بالامتيازات التجارية بينما تمنع دخول المهاجرين وترفض سلطة محاكم الاتحاد الأوروبي التكاهن بخروج سلس عديم الجدوى هذه ستكون تكاهنة نظرية بحتة وفي رأيي البديل الواقعي الوحيد للخروج الصعب هو عدم الخروج حتى إن كان صعبا اليوم على أي شخص أن يؤمن بهذا الاحتمال إن سألتم هل يوجد أي بديل لهذا السيناريو السيء أقول لكم هو متوفر والحقيقة المرة هي أن الخروج من الاتحاد سيمثل خسارة لنا جميعا لن يكون هناك كعكة على الطاولة لأي طرح تبنت الولايات المتحدة إجراءات تهدف إلى تفادي تهرب الشركات الأمريكية المتعددة للجيسيات من الضرائب عبر نقل مقارها إلى الخارج أو إلى فروعها وزير الخزانة الأمريكي جاكلو قال أن الإجراءات الإدارية التي اتخذت بسبب عدم تحرك الكونغرس تهدف إلى جعل إفلاة الشركات المتعددة للجيسيات من تزديد ضرائب في الولايات المتحدة أكثر صعوبة وتوقع مسؤول كبير في وزارة الخزانة أن تؤمن هذه الإجراءات للخازينة الأمريكية فائضا متواضعا من عائدات الضرائب يتراوح بين 600 و700 مليار دولار في السنة احتفلت شركة إيرباس الأوروبية بتسليم الطائرة النفاثة رقم 10 ألاف إلى الخطوط الجوية السينغافورية إيرباس بدأت نشاطها قبل أكثر من أربعة عقود باستفاتها اتحادا لشركات ألمانية فرسية وغدت مجموعة عالمية رائدة في إنتاج الطائرات سرعات تجارية خفية تسود بين إيرباس ومنافستها الأمريكية بوينغ آخر نتائجه كان توجيه منظمة التجارة العالمية تهامات للشركة الأوروبية بطلق مساعدات غير مشروعة من الاتحاد الأوروبي الأمر الذي تنفيه بروكسل حذرت مؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الاعتماني من أن شركة سامسونج إلكترونيكس الكورية الجنوبية للإلكترونيات تواجه احتمال تضرر علاماتها التجارية على المدى الطويل بسبب المخوف بشأن عوامل الأمن والسلامة فيتش لفتت إلى أن المشكلات التي ظهرت في جالاكسي نوت 7 أكدت ضعف قدرات الشركة في مجال الأبحاث وتطوير وكانت سامسونج إلكترونيكس قد أعلنت قبل أيام وقف إنتاج هاتفها الذكي الجديد جالاكسي نوت 7 بعد سلسلة من المخاوف المتعلقة بالسلامة وذلك بعد تعليق بيعه في وقت سابق نهاية أخبار موجز الاقتصاد وعودة المتابعة نشر معك شكرا لك فاطمة سطع باحث جيولوجي عراقي أن يبعث روحا سياحية في أربيل بعد تمكنه من شاء متحف للأثريات والأحجار الكريمة عكف على جمعها بمجهوده الخاص تقرير دلو لحدي دان لا تقودك هذه اللافتة إلى متحف عادي في مدينة أربيل العراقية بل إلى مجهود رجل عصامي حمله حب التخصص العلمي في الجيولوجيا على إنشاء متحفه الخاص عمر سربست جبلته مدينة شقلاوة عروس كردستان ذات طبيعة الجبلية الخلابة على حب الأحجار الكريمة فأمضى عمرا في جمع ثمين منها وتحصينه في متحفين أولهما كان هناك حيث مسقط رأسه والثاني هنا في عاصمة الإقليم أربيل بما أنني في مدينة شقلاوة ومدينة جبلية فمنذ طفولتنا نحن ألعابنا وحياتنا مع الأحجار فمنذ شبابي أنا هاوي جمع أحجار والأحجار الكريمة بعدها دخلت لجامعة الموصل كلية العلوم قسم الجيولوجي فاجتمع الهواية والعلم في اجتماعهما أخرجت هذه التحف بعد مجهود 35 عاما زوايا إبداعية في جنبات المتحف طابقه يحملان ما يخطر على بالك من أحجار ثمينة والكثير من الحفريات اجتهد عمر في جمعها وسخر كل مدخراته لاقتناء الغالي منها ومن كل أنحاء العالم مع أجنحة تصنيفية لأنواع عديدة من الحفريات لدينا جناء خاص بالمتحجرات حيث يوجد متحجرات من كردستان ومن كل العالم في سبيل المثال يوجد تريبولايت عمره يوصل حوالي 600 مليون سنة ويوجد أشجار متحجرة وأسنان الحيوانات وإلى آخره ما يطول شرحه عند عمر قد تختصره نظرة سائح قلبت أرويقة المتحفي فكرته عن خباياه الحقيقة أنا كنت متخيل أن الوضع هنا بدائي جدا والحاجات اللي موجودة فيه لا تستحق الاهتمام ولكن ما شاء الله لقيت هنا فيه دورين وفيهم فعلا كمية أحجار كريمة وشفت كمان حاجات معمولة بحرفية ذا كان عكاس موهبة حين يسقلها مبرد العصامية وتزينها ألوان العروم والآن إلى الأخبار الرياضية مع زميل عبد الرحمن عز الدين تفضل عبد الرحمن شكرا لك وفا أهلا بكم مشاهدين فيفا بصدد رفع عدد المنتخبات المشاركة في المونديال مطلع العام المقبل كلام أكده مجددا رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني إنفنتينو في أول أيام اجتماعات مجلس فيفا في زيوريخ السويسري رجح تفوت العدد بين أربعين وثمانية وأربعين منتخبا إنفنتينو كشف عن وثيقة استراتيجية جديدة تحدد عمل المنظمة في العهد المقبل للتعافي من أثار فضائح الفساد ويعتزم الاتحاد الدولي وضع نظام جديد لإدارة موارد تطوير كرة القدم واستحداث نظام للمنافسة على استضافة المونديال شركات المراهنات تلمح إلى أمكانية انتهاء رحلة أنطونيو كونتي مع تشيلسي بسبب سوء النتائج الشركات توقفت عن قبول أي مراهنات تتعلق بمغادرة المدرب الإيطالي لمنصبه مع الفريق اللندني ولا سيما بعد غيابه عن آخر تدريب للفريق بسبب اجتماع طارئ مع إدارة أسود لندن العارفون بخبايا لعبة المراهنات اعتبروا أن سحب الرهان على رحيل كونتي دليل قاطع على مغادرة أسوار ستانفورد بريج لأن بقاء الرهان يمثل خسارة مادية لتلك الشركات عند رحيل المدرب السابق لمنتخب إيطاليا 66 مليون يورو حتى عام 32 تفاصيل عقد الرعاية الجديد بين تشيلسي الإنجليزي وشركة نايكي للمنتجات الرياضية النادي البريطاني كشف عن الصفقة التجارية الأغلى في تاريخ النادي وأعلن بدء سريان مفعولها من الموسم المقبل بموجب الاتفاق ستكون نايكي مسؤولة عن تصميم قمصان الفريق الأول والناشئين وفرق السيدات والتعاقد مع الرائد الأمريكي في الملابس الرياضية سبقه فسخ الاتفاق مع أددس الألمانية مقابل 44 مليون يورو كيفين دويل يهدي كولورادو رابيتس فوزا صعبا بهدفين لواحد على ضيفه سان خوسي إيرثكويك في دور أم الأس الأمريكي دويل أنهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف الرد جاء في الشوط الثاني عبر كريس واندولسكي من علامة الجزاء وبالطريقة نفسها منح دويل التقدم مجددا لمتصدر المجموعة الغربية فساهم باحتفاظ فريقه بالتقدم بنقطة واحدة في الترتيب العام أمام مطارده دالس الفوز الثالث تواليا لرابيتس أبقى إيرثكويك في المركز الثامن برصيد سبع وثلاثين نقطة حركة بهلوانية من علامة الجزاء تجعل من منفذها محمد سيافيك سزالي نجم مواقع التواصل الاجتماعي المهاجم السينجافوري محمد سيافيك سزالي مهر ثمانية مهر ثمانية فريقه بيشون سانتيك مارينرز بأبها طريقة في شباك كاكي بوكت تقدم سانتيك خطوة إضافية في مصابقة الكأس لكن لم تلقى اهتمام أحد حول العالم لكن سزالي نفسه خطف الأضواء فبات نجم شباك التذاكر فيسبوك وتويتر الإخفاق الإسرائيلي المستمر في الترويج لتطبيع رياضي مع العرب جعل الإعلام العبري يبني أحلامه على أخبار مفابركة وتحت عنوان لاعب المنتخب اللبناني ينضم إلى فريق مكابي حيفا استهلت مجلة تل أبيب تايمز مقالها بعبارة مشبوهة تدعي أن لاعبا لبنانيا انتقل مباشرة إلى حيفا في الخبر تقول المجلة أن نادي مكابي حيفا عزز صفوفه بلاعب المنتخب اللبناني جاريت فيمز اللافت كان الإشارة إلى أن فيمز مولود في نيويورك وأنه حصل على الجنسية اللبنانية عام 2012 أما الحقيقة فهي أن منتخب لبنان استعان باللاعب لفترة محدودة كغيره وهو لم يعد ضمن حسابات الجهاز الفني منذ أربع سنوات ولا يقيم في لبنان في عالم التانس كاد الألماني المغمور ميشا زيفريف يكمل مسلسلة مفاجآته في شنجهاي للأساتدة قبل أن يستدرك الصربي نوفاكت يوغوفيتش الموقف ويفرض كلمته المصنف أول عالميا عبر إلى نصف النهائي بعدما عوض تأخره بمجموعة أمام المصنف عاشرا بعد المئة إلى فوز صعب بثنتين نولي حامل اللقب يواجه في المربع الذهبية الإسفاني روبرتو باوتيستا الفائز في افتداح دور الثمانية على الفرنسي جويل فريد صانجا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المصنف تاسع عشر عالميا نطاح الفرنسي جويل فريد صانجا وضرب موعدا مع ديوكوفيتش باوتيستا أنهى اللقاء بمجموعتين بواقع ستة ثلاثة وستة لأربعة ويعد هذا الانتصار الثالث لباوتيستا أمام صانجا هذا العام التعاون مع روسيا لإعادة الثقة بنظام الكشف عن المنشطات هدف مشترك تسعى لتحقيقه الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات أوليفر نيجلي المدير العام الجديد لوادا كشف عن مقترح يدعو إلى إنشاء منظمة مستقلة للكشف عن المنشطات توكل إليها المسئولية بدلا من الاتحادات الدولية نيجلي طالب بمتابعة المنشطات المستحدثة وتحديث قوائم العققير بشكل نشط وإلى هنا نصل إلى ختام أخبار الرياضة نعود وإياكم إلى وفاة شكرا لك عبد الرحمن بهذا ننتهي من نشرة أخبار الظهيرة ولكن قبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في رد عنيف على تصريحاتها الخارجية العراقية تقولون كلام الجبير لا قيمة له والحشد الشعبي فخر للعراقيين مصادر للميادين تؤكد أن لقاء لوزان غدا بشأن السورية لن يحمل أي تغيير في سياسة واشنطن وموسكو الجيش السوري تقدم في غوطة دمشق ويسيطر على الدير خبيا وبوتين يوقع اتفاقية لنشر قوات روسية في سوريا تل أبيب تعلق تعاونها مع اليونسكو بعد قرار المنظمة بشأن القدس المحتلة والمسجد الأقصى واتابعتم في النشرة أيضا متحف للأثريات والأحجار الكريمة في أربيل يجذب إليه السياحة من العراق وخارجه للمزيد من الأخبار والتقاريز زروا موقع المايدين على الانترنت المايدين دوت نت ولمتابعتنا باللغة الإسبانية اسبانول دوت المايدين دوت نت بالإضافة إلى صفحات المايدين على مواقع التواصل الاجتماعي ألقاكم على رأس الساعة في موجز لأهم الأخبار إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر